قال وزير الخارجية سمح شكري أن مصر تسعى للارتقاء بالعلاقات مع تركيا مشيرا إلى تطور العلاقات التجارية بين البلدين وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره تركيا كان فيدان قال شكري أنه تم الاتفاق على وضع إطار قانوني والتحضير لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين إنعيكاسا للعمل المشترك العلاقات الثنائية فالهدف الذي نسعى إليه هو أن نرتقي بهذه العلاقات سياسيا اقتصاديا ثقافيا أمنيا بشكل الذي يصب فيه المصلحة المشتركة لكل من البلدين وأن يسهم ذلك في تحقيق مزيد من التعاون على الدطاق الإقليمي ويكون له إسهامه في مزيد من الأمن والاستقرار نحن سعداء بما شهدنا من تطور في العلاقة التجارية في حجم التبادل التجاري بين البلدين وعندما تفضل فقامة الرئيس وردوجان بزيارة القاهرة ولقاءه مع السيد الرئيس كان من ضمن الأهداف التي اتفق عليها هو التموح بأن تزداد هذه العلاقة التجارية بحيث يصبح التبادل التجاري فيما بيننا إلى 15 مليار وما يتجاوز ذلك والإمكانيات متاحة في البلدين